ضيفي على التليفون دلوقتي وهو الخبير الأمني المعروف اللواء خارد عكاشة مساء الخير يا فندم وشكرا على المشاركة مساء الخير لحضرتك يا سيد معتز تحياتي بيك وبالسلام مشاهدين كميع أهلا بيك سيت اللواء أنا طرحت سؤالي المرة دي شايفين معسكر وخيم وموتسكلات وعلامات تدريب على ضرب نار أو يعني تدريب عسكري أو تدريب لاستخدام الأسلحة جوا محافظة الفيوم فهل ممكن حركة تلقي الدوء على هذا؟ يعني سؤال حضرتك في محل سيد معتز وملحوظة في منتهى الأهمية الحقيقة مساءة إنشاء معسكرات يا طبعا معسكرات صغيرة ولا يعني لا تقارن بالمعسكرات الخارجية على سبيل المثال اللي تم أصفها بالتغيران المصري فيما سبق في الداخل الليبي دي معسكرات على مستوى أكبر وأوسع لكن في كل الأحوال الحقيقة أعميت سؤال حضرتك إن احنا بنتحدث عن المعسكر الثاني اللي بتضبطه الداخلية أو بتضربه لجهزة الأمنية خلال أسبوعين كنا من أسبوعين بنتحدث عن إسماعيلية أيضا كان هناك في شرق القناة تابعة لمحافظة الإسماعيلية مجموعة أيضا بتحاول أن ترفع كفاءة عناصرها بالتدليب على السلاح وعلى صناعة المتفجرات وغيرها نعرض في الزهير الصحراوي للفيوم الحقيقة هذا الاتساع في المدى البغرافي أظن أنه هو مقصود من قبل حركة حسم على الأقل حركة حسم تريد أن تشدت انتباه وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بأكبر قدر ممكن هذا الاتساع وهذا التمدد علشان يصعب المواجهة الأمنية على الجانب الآخر رغم أن المواجهات الحقيقة بتدور في كافة المحافظات لأن التصعيد الإرهابي ملامح واضح على الحراك المسلح لجماعة الإخوان يصاعد بشكل قوي وظاهر ومحاولات دقوبة لصناعة خلايا صغيرة تشبه تنظيم داعش أو خلايا داعشية اللي هي مجموعات لا يتعدى عددها من 8 إلى 10 أفراد وده اللي شوحناه معسكر في يوم النهاردة وده اللي كان موجود في الإسماعيلية أيضا وأيضا العناصر اللي بتنزل علشان تنسز العمليات الإرهابية نتحدث عن عنصرين أو ثلاثة على أقصى تأدير يعني أصبح الاهتمام بالكيف وليس بالكم بالنسبة لهذه العناصر هي المالمح الرئيسي اللي احنا بنتابعه النهاردة وهي ربما الإجابة على سؤال حضرنا طيب ده كلام كويس جدا كيفية الإيقاع دايما يعني عناصر إجرامية تمارس أعمال إرهابية ضد أفراد الشرطة أو الخوات المسلحة أو ضد المجتمع بشكل عام بيبقى محتاج دايما نوع من المعلومات طبعا الاستخباراتية وفي بلاد كتير جدا في التعاون ما بين المجتمع والأجهزة الرسمية يعني ممكن يبقى المعلومة جاية من أهالي المنطقة شافوا مثلا تحركات مريبة شافوا ناس شكلها غريب شافوا موتسيكلات رايحة جاية فحضرتك الوضع ده هل تعاون الناس في الإدلاء بمعلومات كان له أي مشاهمة فيه؟ طبعا يعني احنا بنتكلم على أولا لجهزة الأمنية فعلا بسبب صباح معلومات وهي المعلومات هي الفايصل النهاردة في مجاح الجهاز الأمني في الإقابة مثل هذه الخلايا أو الوصول للعناصر دي فيما قبل تنفذها للعمليات أو حتى لا تقدر الله بعد ما تكون بتنفذ عمليات وتكون هناك ملاحظة لخلية بعنها لكن ما يجب لفة الانتباه إليه أن لا توجد نجاح أمني لا يوجد نجاح أمني معلوماتي من دون مساهمة من المواطنين دائما تبنى على معلومة مواطن ومعلومة شخص ديارة أشياء غير طبيعية أي صورة غير اعتيادية في المنطقة اللي هو موجود فيها اللي هو بيبقى حافظ كل النمط والسلوكيات الخاصة بالمنطقة فعندما يشاهد نمط جديد أو مشهد جديد ويبلغ الأجهزة الأمنية ويتواصل معها بصورة موضوعية وبصورة رسينة هي دي بتبقى نقطة البداية ونقطة الانطلاق اللي بتبني عليها الأجهزة فيما بعد الأجهزة بتشتغل على معلومة من النوع دوت وبتقوم بتطويرها وتوصيقها والتوسع فيها التأكد منها وغالبا زي ما بقول لحضرتك الأغلب الأعام من المجاحات والضربات الأمنية المهمة ما تبدأ هذه البداية من معلومة يتبني عليها ويتعامل عليها الشغل الأمني فيما بعد فاحنا هنا النهاردة بنتكلم على أن المجتمع هو دوره حاضر وأظن لا داعي أو يعني إحنا فصلنا كتير قوي في وصف أخطار الإرهاب وخطورته على مجتمعنا وقد إحنا متأذين منه جميعا وقد إحنا الضحايا وسقوط الضحايا يؤلم الرأي العام بشكل كبير جدا إذن النهاردة إحنا في حرب حاضرية لابد أن كافة شرائح المجتمع النهاردة تكون حاضرة وحاضرة بقوة ما نتكلم عن حركة حاسم نقول أن هي زراع إخواني صريح للعمل الإرهابي والعمل العسكري ما نتكلم على حركة حاسم نتكلم على استهداف موسع ومفتوح ليس ضد رجال الأمن فقط ولكن ضد كافة شرائح المجتمع وهناك عمليات منفذة لذلك فعلا وننتظر تكاتف الحقيقة يترجم نفسه على قبل وقت حتى ما تخلص من هذا البرد الخام إن شاء الله طبعا بضم صوت لصوت حضرتك وننتظر أن احنا في المعركة ضد الإرهاب أن احنا نقضي عليه تماما مثلما كانت التجربة الواضحة جدا بالأمس القريب وهو التسعينات القرن الماضي طيب سيد اللواء بعد إذنك ربما يسأل سائل لما بتتم عملية ضد أفراد الشرطة مثلا في البدرشين واحدة تانية في الفيوم وتبقى تقريبا بنفس السيناريو أو بنفس الأسلوب السؤالي لحضرتك طبعا بيبقى فيه متسكل قاعد عامل نفسه بيصلح الكويتش بتاعه ولا بيصلح المكنة بتاعت الموتسكل ويجي يقف عند مطب صناعي تهدي العربية يمطرها بوابل من النيران بحيث أن يبقى فيه عنصر المباغتة ويبقاش فيه رد فلتان طب هو احنا ما تعلمناش الدرس يعني ولا هو يعني صعب أنك تتوقع حاجة زي كده لا مش صعب أن أتوقع طبعا احنا ما بنقول أن خطورة الإرهاب وصعوبة الإرهاب في مكافحته في مصر وفي كافة أنحاء العالم هو أن الإرهاب يمتلك الطلقة الأولى والطلقة الأولى فور خروجها هي بتكتسب عنصر المبادئة والمبادئة لكن مش ده الزريعة اللي نقول أن احنا نتعرض لمزيد ومزيد من العاملات الإرهابية لا لابد أن نقرد ولابد أن تكون كافة القوات موجودة على درجة جاهزية عالية جدا ويكون السيناريوهات الأمنية صعب برصدها من قبل التنظيمات الإرهابية لا أسهل عليهم العمل بإنما يكون أدائي في طابع من الروتينية مثل المرور في نفس الطريق بشكل متكرر وفي نفس التوقيتات وبصورة فهو بيحفظ تحركاتك يعني بيذكرك قبل ما بيعمل العملية وده اللي بيتم فعلا يا سيناريوهاتزي يعني هو أنت بقى في الجانب المقابل كجهاز أمني من المفترض أن أنت تصعب عليه وتعقد عليه المسألة وتكون أنت الحركة بتاعتك أكثر مرونة وأكثر حيوية والعناصر بتاعتك تكون جهزة على طول الوقت للمباغة أو للمبادئة إنها لو طلقت عملية هجوم مثل هذا العمل اللي شوفناه في البدرشين أو ما يماثله نجد عناصر مباشرة بتوقبي على هذه الخلية فورا بدت تنفيذ العمل الإرهابي وهنا يبقى أنا حققت إجهاض حتى لو تعرضت الإصابات أو قتل لكن أنا ببقى قدرت أن أنا أقضي على الخلية وكتير جدا بتنجح الأجهزة الأمنية في ده لكن لازال بعض من عناصر الجهاز الأمني تحتاج إلى رفع درجة المهارة باستخدام الأسلحة باستخدام تكتيكات التحرك بمراقبات تكنولوجية للطرق وتصعيب الأمور كما أشارنا على الرجيم الإرهابي يعني عندنا مجموعة من المفاتيح الحقيقة اللي تحتاج إلى عمل دقوب خلال الفترة القادمة سلام شكل الأخبار النهاردة بقى متسع هذا الاتصال وهنتكلم أكيد بالتفصيل عن كل هذه الأمور يعني قريبا في برنامج تسعين دي أكيد اللواء خالد عكاشة الخبير الأمني المعروف كان معنا على الهواء مباشرة